ومشاهدين عودة للحديث عن السوق الكويتي والأسواق الخليجية ينضم إلينا على الأقمار الصناعية من الكويت المحلل الاقتصادي الدكتور إبراهيم العنقيل أهلا بك أهلا بك يا أخت مريم أهلا بك في البداية السوق الكويتي يشهد أهلا بك يا أخت مريم نعم أهلا بك السوق الكويتي يشهد تراجع مؤشرات الرئيسية وهو يتذبذب منذ مستهل التدولات وحتى الآن كيف تقيم أداء السوق اليوم قياسا بالتباين في الإغلاق في جلسة الأمس مريم لابد أن نتحسس كثيرا ونحن نحلل أسواق المال لأنها تؤثر على المستثمرين وعلى المحافظ وعلى الصناديق وعلى بعض الشركات المدرجة فمن هنا تذبذب الحاصل في سوق الكويت تذبذب وقتي وليست تذبذب مستمر لأن هناك شركات وبنوك كبرى أعلنت عن أرباح قوية خلال اليومين الماضين منهم البنك الوطني منهم بنك بوبيان منهم البنك الأهلي كم عدد من البنوك والشركات أعلنت عن أرباح قوية ولكن هناك مازال عدم ثقة وتخوف من بعض المستثمرين والمتداولين داخل السوق وعلى سبيل المثال أن القيمة المتداولة النهاردة تخطت التسعة مليون ولكن مازال عدد الصفقات متواضع جدا جدا ومن هنا نتحدث عن تحليل السوق ماذا يحدث في رغم كل هذه الهبوط أن المستثمرين مازالوا يرغبون في الشراء من سوق الأوراق المالية بالكويت ومازال المتداولين يحاولون الخروج من عنق الزجاجة بالثقة المفقودة في الفترات الماضية لعادتها في الفترة الحالية وهناك شركات ما يقال عنها أنها شركات ورقية لابد أن تخرج من السوق يا خروج اختياري يا خروج بقرار حكومي وزارة التجارة بدأت تنسق مع هيئة أسواق المال ومع شركة البرصة لحصر بعض الشركات التي تآكل 75% من رأس مالها لعادة جدولاتها وعادة هيكلتها مرة أخرى ووضعها على الخط الحقيقي لسوق الأوراق المالية سوق الأوراق المالية ما زال سوق جازب ما زال سوق محفز ولكنه يحتاج لصناع سوق في الوقت الحالي الحقيقة البنوك والمحافظ والصناديق والشركات المدرجة تحاول أن تجبر الحكومة أن تضخ سيولة داخل السوق ولكن السيولة الحكومية فعلا موجودة ممثلة في هيئة الاستثمار ممثلة في الأوقاف ممثلة في التأمينات الاجتماعية ممثلة في الشركات المساهمة في الحكومة زي بيت التمويل والبنك الأهلي وغيروا عدد كثير من البنوك والشركات وزينوا عدد منها ولكن هنا فكرة الخروج من عرق الزجاجة بإعادة الثقة للمتداول مرة أخرى تحتاج أليات تحتاج تحرك شديد ورقابة شديدة على التداولات اليومية في سوق الأوراق المالية في برصة الكويت نعم طيب إذن سيد إبراهيم هل تعتقد بأن المؤشرات الكويتية تتفاعل كما يجب مع فترة إعلان نتائج أعمال الشركات برأيك؟ الحقيقة سوق الأوراق المالية وبالتحديد في الكويت له خصوصية خاصة يتفاعل مع الأحداث الجيوسياسية مريم لابد أن نعلم أن هناك طبيعة خاصة لكل سوق في دول العالم العربي والشرق أوسطي الدول الخليجية بالتحديد لها شخصية خاصة في تداولاتها وفي إدراجاتها على سبيل المثال في سوق الأوراق المالية في الكويت وبرصة الكويت بالتحديد تتفاعل مع الأحداث الجيوسياسية أكتر من النتائج المالية لأنه في السابق هناك شركات كانت تعلن عن أرباح وتعلن عن مناقصات وتعلن عن عدد كبير من المناقصات العالمية ولكنها كانت لا تؤثر في السوق والمتداول في برصة الأوراق المالية أو المستثمر في برصة الأوراق المالية في الكويت انكوى كثيرا من كثرة التصريحات لرؤساء مجالس إدارة الشركات التي ليس لها أداة تشغيلية حقيقية على الأرض الواقع وأصبحت حاليا الشركات التي تصرح كثيرا وتصدر بيانات كثيرا هي شركات غير تشغيلية وأرباح نهاية العام صفر فالتفاعل مع الأرباح هو موجود فعلا الشركات تتفاعل البرصة تتفاعل مع الأرباح ولكن تتفاعل بخطوات بطيئة لأن برصة الكويت الأوراق المالية تحتاج لصناع سوق وتحتياد لأليات وتحتاج لتشديد الرقابة والحد من المضاربة رغم العقبات الحقيقية التي يضعها المتضارب في وجه المتداول الصغير ولكن هيئة أسواق المال تقف بالمرصاد للحد من المضاربة بعقوبات شديدة منها قد تصل إلى 3000 وقد تصل إلى الإيقاف عن التداول رغم أن هناك العديد من المضاربين بدأوا يتخرجوا من السوق والسوق بدأ يأخذ خطوات إيجابية للتحفز في الفترة القادمة مريم لابد أن نعلم أن هناك 40 شركة اليوم رغم النتائج المالية ورغم إعلان الشركات خلال اليومين الماضيين وخلال أمس واليوم إلا أن هناك 40 شركة تتداول تحت القيمة الإسمية للسهم وهناك 40 أخرى هبطت اليوم فلابد أن نعلم أن هذه الشركات لا بد أن يعاد جدولتها ويعاد هكالتها لا بد أن نقف في خط متوازي في تداولات الشركات التي تخرج من السوق اختياريا نعم كما ذكرت أن هناك تراجعات بالنسبة للمؤشر الوزني واختلاق مستويات الـ 6811 نقطة ومن ثم ارتد إلى المستويات الحالية وهو في حالة التذبذب برأيك هل يمتلك المؤشر المحفزات الكافية للبقاء فوق مستويات الـ 6811 نقطة؟ والحقيقة عندما وصل المؤشر في عام 2005-2006 إلى 16 ألف نقطة فرح الجميع بأن المؤشر سيصعد إلى 20 ألف نقطة وعندما هبط المؤشر إلى 5000 نقطة و6 ألف نقطة في عام 2013-2014-2015 حتى العام 2018 فرح الجميع أن المؤشر استقر على هذا الوضع ولكن عندما اصطنعت البرصة أو وضعت البرصة مؤشر كويت 15 وهو يحتوي على 15 شركة مميزة وشركة تشغيلية وشركة قيادية داخل البرصة فرح الجميع بأن هذا المؤشر سيعدل من أداء السوق ولكن هناك المؤشر السعري مؤشر معيب ما زال القياس الحقيقي للمؤشر السعري يحتاج إلى تعديل في الوقت الحالي ولكن هناك تطلعات لهيئة أسواق المال وهناك قرارات لبرصة الكويت لشركة برصة الكويت للحد من كل هذه الأمور ووضع الأمور في نصابها الحقيقي بدليل أن برصة الكويت أصبحت برصة نشأة وأصبحت في بصاف البرصات الشرق أوسطية أو التي تطلع إلى العالمية في الوقت الحالي برصة الكويت من البرصات التي تجمع بين جانباتها شركات تشغيلية كثيرة ولديها صناديق ومحافظ عديدة وتحمل بين جانباتها أيضا قيمة سوقية مهمة جدا ولكن ما زالت القيمة السوقية أقل من معدلات 2005-2006-2004 عندما نجد 3344 صفقة اليوم فهم صفقات متواضعة جدا لا تفي بحقيقة السوق نعم عن قيم التداول نلاحظ أنها تراجعت أيضا في جلسة الأمس ما تعليق على سيولة السوق في جلسة الأمس جلسة الأمس وجلسة الخميس الحقيقة أثرت تأثير قوي في جلسة اليوم من حيث القيمة السوقية للشركات القيمة السوقية للشركات فعلا تراجعت إلى حد ما ولكن هناك أرباح قوية بالعكس عندما نجد قيمة سوقية قوية عندما نجد أرباح قيمة سوقية متراجعة نجد أرباح قوية نتطلع لسوق إيجابي لديهم محفزات قوية في طرح مشاريع حكومية حسب التصريحات الحكومية الحالية هناك أكثر من سبع مشاريع أو تمام مشاريع مليارية ستطرح خلال الفترة القادمة منهم ميناء بوبيان ومنهم طريق الحرير ومنهم جزيرة فيلاكة هذه الجزر ستؤثر في ألية السوق ستؤثر في ألية الشركات لأن معظم الشركات التي أدرجت في السوق في الفترة الماضية هي شركات القادرة على الحصول على المراقصات في هذه الجزر سوف السيولة الحكومية ستحرك فعلا السوق في الفترة القادمة أيضا الحديث عن السيولة هناك من يعتقد أن السيولة الخارجية من السوق في الفترة الحالية تعتبر سيولة مترقبة هل تعتقد أن هناك قوة مقبلة ستكون قادرة على استقطاب تلك السيولة؟ القوة المقبلة على استقطاب السيولة مريم لابد أن نعلم أن عندما الحكومة تبدي رغبتها في طرح مشاريع عملاقة ومشاريع قوية وتبدي رغبتها وتصريحها على أرض الواقع بأن هناك تطور حقيقي لبعض الجزر أو تطور حقيقي لبعض المشاريع لجسر جابر لمستشفى جابر لجزيرة فيلاكة لطريق الحرير لبوبيان للجزر التسعة الموجودين في الكويت لتطويرهم وعملهم منطقة سياحية ومنطقة حرة الحقيقة كلها سيولة ستضخ سيولة حكومية اه احتمال من احتياط العام او احتمال من الاقتراض او احتمال حسب التصريح الحكومية الحالية ولكنها بالفعل ستنشط السوق ستنشط حركة الشركات ستؤدي إلى حركة حقيقية وعندما يطرح مشاريع حكومية لابد أن نعلم من الجانب الاقتصادي وده مهم مريم ان طرح المشاريع الحكومية تنعش القطاع الخاص والقطاع الخاص معظمه مدرجه داخل البورصة فعندما ينتعش القطاع الخاص تؤثر بالفعل على القيمة السوقية الموجودة داخل البورصة الدكتور ابراهيم العنقي المحل الاقتصادي كنت معنا من الكويت شكرا جزيلا لك